احنا طبعا دلوقتي زي ما انتم عارفين احنا في الستوديو علشان اللحن الجميل الفنان الكبير وليد توفيق اهداء لامل وسمعناها دلوقتي وشوفنا قد ايه اللحن جميل يمكن امل احنا عرفناها من يعني تلعت في البرنامج في دبي نجم الخليج وخدت اللقب شوفنا قد ايه صوتها في طرب وفي اغاني كده اللي هي الاغاني الترابية اكتر ولكن النهاردة بشوفها بشكل تاني مع اللحن طبعا احنا عارفين وليد توفيق الالحم بتاعته كلها فيها اه فسعيدة اني بشوف امل بنت تونس اه الحاصلة على لقب نجم الخليج بوجودة معانا في مصر النهاردة وبتعمل اغنية مصري جميلة اه كلها يعني انا حافظت الاغنية من السهولة اللي فيها منورة والف مبروك لانو اللغني حفيفة عايشك سعانة سعيدة جدا باللقاء اليوم معاك انا من محبينك فاليوم مبسوطة برشا اللي انا معاك وكنت حكيتي على الغنية يعني وليد عاملها اللون قلت له لون جديد هذا الشعبي المصري فمن زمان قلو بدك تعمل لي اغنية مصرية ملاهلبة فخلاص نفدنا ليه وليد توفيق بالذات اختارتي لأ وليد هو صديقي عندها بداية بعدين نحسه متشرب هذا الجو المصري يعني انا اليوم كنت نحكيه له قلت له انا كنت صغيرة بفكريك انه انت مصري من كتر ما بشوفه في الافلام المصرية ويغني مصري حلو كنت فاكره مصري فمحسوب عليكم طبعا لا وليد ده مصري هو مصري يعني طبعا بعيدا عن ان الفن ملوش بلد وكل المنطقة العربية فنانينها هم فنانين المنطقة العربية كلها ماقدرش اقول حسين الجسمي ده بتاعنا وليد توفيق بتاعنا والفن شوفي هو انا دايما انكلمتي بتوع المنطقة الفن ما عندوش وطن معين او بلد معين يعني مرات بنسمع تركي ويوناني وامريكي وانتها مرات ما بنفهمش الكلام بس النعمة هي اللي تحسها يعني عندك هند صبري ناس كتير بفكرنا مصري انا مرات يقولولي هند صبري مصري يعني كلهم والله بتاعتنا بتاعتكم مهم انه هي هي عاملة حاجة حلوة وهي بالعكس نحنا كتوينس نفتخروا بيها لانه عاملة كاريير حلو في المصري ومشاء الله عليها يعني بتكلم مصري كأنه مصري مفيش غلطة يعني ما شاء الله عليها عايزيني كنتي كمان بقى تكلمي مصري هاديكي غنيتي بالمصري شوفي هو المصري انا يعني منفتحنا عينينا واحنا بنشوف الافلام المصرية ونشوف يعني المسلسلات فتعود لسان يعني حتى عيل صغير عنا تلقاه يقلد الموثل الفلاني يعني يحكي مصري فدخلين قلوبنا من الافلام من الافلام من المسلسلات المصري يعني النهاردة دي اول اغنية مصري بتقدميها ولا عملت حاجة مصري قبل كده لا عندي اغنية مصرية وعندي لبناني خليجي عراقي بس هذي اللون هو اللي فيه اختلاف علي مثلا اللي في العادة نقدم فيه عرفتك حاس الاغنية دي هتغيرك يعني هي فيها شوية الحتة الشعبية والناس دلوقتي بتميل للاغاني اللي فيها الرأس والحركات ما هو هذا اللي انا حبيته لانه انا الناس عرفتني يعني بغني كتير طرب وكتير رايقة فحبينا يكنغرير شوية